السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتبعي قناة وكي تعليم التربوية في هذا الفيديو سنحاول نخدمه المواحد الإقليمي لمادة التربية الإسلامية المستوى السادس ابتدائي رابط النموذج سوف نخدمه اليوم سوف تلقى في الوصف بالإضافة سوف تلقى حتى فيديوهات خاصة بالمتحانات الإقليمية لمختلف المواد كنصح كذلك التلاميذ الذين كتبوا في هذا الفيديو انهم يراجعون ودخلوا للقناة سوف يجدون مجموعة من الدروس للغة الفرنسية مشروحة بوحث طريقة اللي بسيطة وسهلة لنبدأ على بركة الشلام أول حاجة سوف نرى الوضعية سوف نحاول نقرأها حيث جميع المتحانات بالنسبة لمادة التربية الإسلامية أنهم يعطون وضعهم من خلالها نستخلصوا ونجاوبوا على مختلف الأسئلة لنبدأ بقراءة الوضعية خلال شهر رمضان المبارك وأثناء سماعك بأداني صلاة المغرب رأيت والديك يتناولاني تمرا وحليبا قبل أدائهما للصلاة وبعد الانتهاء من تناول وجبة الإفطار حدتك أبوك عن شروط الصيام حيث اكتشفت أنها تتوفر فيك وبعد أن صلى بكم صلاتي العشاء والتراويح جماعة تلا خلالهم آيات بينات من صورة الملك جلست بجانب أمك فنبهتك إلى ضرورة القيام للتصحر كما حدثتك عن قيمة الصبر مستحضرة في ذلك الصبر الرسول صلى الله عليه وسلم على أداء كفار قريش من خلال القراءة الوضعية كيف يبدأ الأسئلة التي ستطرحها في المتحان أسئلة التي ستقدر تكون على سنان الصيام على صلاة التراويح كيف لا ترى في الوضعية كتبت لنا قيمة الصبر بالإضافة للاحظة صورة الملك من خلال الوضعية نعرف نوع الأسئلة التي ستطرحها في المتحان إذن بالستمر معطيات الوضعية واعتمادا على ما درسته في مداخل المادة التربية الإسلامية أنجز الآتي بالنسبة لمداخل المادة التربية الإسلامية كنقصد بهم التزكية الحكمة وما إلى ذلك السؤال الأول كيقول أثناء تلاوة أبي لصورة شلم كنت أردد معه بعض الآيات سرا ومن بينها الآيات 16 و 17 و 18 أكتب هذه الآيات التي تبتدئ بي هو الذي جعل لكم الأرض دلولا إلى فستعلمون كيف ندير كتابة سليمة بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل لكم الأرض دلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أآمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمر أم آمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف ندير صدق الله العظيم السؤال الثاني أضع علامة في في الخانة المناسبة ما معنى كلمات مرسلات هل هي نوع من الحجارة أو نوع من الرياح الجواب الصحيح هو نوع من الرياح وكم لاحظة هنا يعني إذا أريد أن تتوبع لكلمات المعنى لأنك تراجع لكتاب فجميع الكلمات التي قد تكون صعبة يتم شرحها بطريقة بسيطة وسهلة ما عليك فقط سوى مراجعتها أنا مرر السؤال الثالث أختار القاعدة التجويدية المناسبة للكلمات القرآنية المسطرة تحتها هل ترى من فطور التفخيم أم الإمالة ينقلب إليك البصر كذلك هل التفخيم أم الإمالة وكإشارة بسيطة وأنه منك يعطيكم أنكم تبينوا القاعدة التجويدية فكعطيكم إشارة لكتدل عليها وكملاحظة بسيطة الإمالة هي منك لقى نقطة تحتمل الحرف بالإضافة إلى أغلب الحالات وإذا لاحظت هذه الكلمات ترى فهي في نفس الوقت فيها الإمالة وفيها ترقيق الراء وسببها ترقيق الراء هو الإمالة أنها ممالة أما المثال الثاني الذي فيه كلمات البصر وإمكانك ترقيق الراء إذا كانت مكسورة إذا كانت مسبوقة بكسر اللازم أو مسبوقة بسكون ميت وهذه الحالة التي ذكرنا إذا لم نلقى هذه الكلمات فبالتالي تفخيم المرر السؤال الرابع أصل بسهم بين كل ملك ووظيفته أعطي النجوج ملك الموت وإسرافيل أما في الجهة الأخرى فالنفخ في الصور الوحي وقبض الروح إذا بالنسبة لملك الموت هو قبض الروح أما بالنسبة لإسرافيل فهو النفخ في الصور المرر السؤال الخامس أصنف ما يلي حسب الجدول الإهانة والسخرية مواصلة الدعوة إلى التوحيد السب والأدى البدني الترفع عن مقابلة السب بمثله هذه العبارات نحاول نصنفهم إلى مظاهر صبر الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أنواع الإداية التي تعرض لها أول عبارة اللي هي الإهانة والسخرية هذه من أنواع الإداية التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم مواصلة الدعوة إلى التوحيد هذه من مظاهر صبر الرسول صلى الله عليه وسلم السب والأدى البدني هذه من أنواع كذلك الإداية التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم واترف عن مقابلتي السبب بمثله من مظاهر صبر الرسول صلى الله عليه وسلم سؤال السيدس كيقول ورد في الوضعية حدتك أبوك عن شروط السيام حيث اكتشفت أنها تتوفر فيك اذكر أربعة منها إذا المطلب هو أننا نكتب أربع شروط للصيام أول شرط من شروط السيام ألا وهو الإسلام أي بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يكون أولا مسليما ثاني شرط ألا وهو البلوغ ثالث شرط هو العقل ورابع شرط ألا وهو الاستطاعة بمعنى أن لا تكون مريدا نمر السؤال السابع استخرج من الوضعية العبارة الدلة على تطبيق والدي لسنة من سنة الصيام بمعنى أنه من خلال الوضعية أن الوالدين ديالي طبقوا حد السنة شنو هي؟ السنة اللي طبقوا هي تناول التمر الإفطار على تمر قبل أدائهما لصلاة المغرب إذا رجعنا الوضعية غلقوا رأيت والديك يتناولان تمرا وحليبا قبل أدائهما للصلاة تصحر فإن في الصحور بركة تصحر فإن في الصحور بركة أنا مرر السؤال التاسع أتميم الجدول بما يناسب خشيت سيدتنا مريم على نفسها التهمة وبتعدت عن قومها والتزمت الصمت إذن فما هي القصة؟ وما هي القيمة المستفادة؟ إذن ديال من هذه القصة فهي قصة مريم أما بخصوص القيمة المستفادة العفق الكرامة هذه القيمة التي تشاهدها في درس ديركم في ملخص لدركه عن قصة مريم العبارة الثانية صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة إذن ديال من هذه القصة؟ إذن هي قصة آل ياسر وما هي القيمة المستفادة؟ وهي الصبر إذن نمر السؤال العاشر في أحد أيام رمضان وأنت صائم تعرضت للإهانة والمضايقة من قبل أحد المرة كيف تصرفت اتجاه الحدث؟ فالمغزى من هذا السؤال هو يعرفك شنو استفت من دروس الخاصة بالصيام شنو خاصك الدير وشنو خاصك ما الدير لإجابة بسيطة نقدرون قولوا التزمت بسنة وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت اللهم إني صائم ولم أقابل إساءته بإساءة أخرى وعفوت عنه نتمنى أنكم تصرفتم هذا الفيديو وإلى متيحة آخر إن شاء الله